دي اناي مساء الخير تطور جديد شهدته المواجهة بين ايران وواشنطن وهالمرة من الجانب الايراني وكان التسنيم تعرض مشاهد لرصد حرس الثورة الايراني حاملات طائرات امريكية في الخليج رسائل ايرانية للبحرية الامريكية في مياه الخليج طائرة تابعة لحرس الثورة الايراني وهي ترصد عددا من قطعات القوات البحرية الامريكية في منطقة الخليج رصدت خلالها هذه الطائرة المسيرة الايرانية حاملت طائرات وفرقات لسلاح البحر الامريكي على جناح طائرة أبابيل حققت القدرات الجوية الإيرانية خرقا لأمن حاملات الطائرات الأمريكية في مياه الخليج شو بدك شجاعة شجاعة بهالتوقيت اللي أمريكا عم بتصعد بهالتوقيت اللي أمريكا عم بتزيد العقوبات بهالتوقيت اللي أمريكا عم بتتصرف باستعلاء مع إيران الإيرانيين بيبعثوا طيارة من دون طيار تصور البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية بهالتوقيت بس شو عرفنا بهالتوقيت فعلا قيادة القوات الأمريكية نفت صحة مقاطع فيديو نشرتها وكالة التسنيم الإيرانية ادعت فيها أن الطائرات المسيرة التابعة لبحرية الحرس الثوري حلقت فوق حاملة طائرات دويت آيزنهاور في الخليج العربي لترد القيادة الأمريكية بأن حاملة الطائرات دويت آيزنهاور لم تبحر إلى الخليج العربي منذ عام 2016 لحقيقة أني دقيقين لما بسوا الفيديو ما قالوا أنه هيدا هلأ تبين أنه من 2016 أو على القليلة هيك الأمريكيين عم بيدعوا ليه بدنا نصدق الأمريكيين؟ لأن ببساطة الفيديو المسرب بشير إلى الرقم 69 اللي هو رقم حاملة الطائرات اللي مش موجودة بمياه الخليج واللي صار لها من 2016 مسحوبة من المنطق يعني إذا هيدا الصور مصبوطة فهي مصورة سنة 2016 بثت تلفزيون الرسمي الإيراني الجمعة صورا دقيقة لحاملة الطائرات الأمريكية في مياه الخليج صورتها طائرات استطلاعا من دون طيارة إيرانية في إطار مناورات بحرية الأسطول الأمريكي الخامس في الخليج أكد تحليق الطائرة يوم الثاني عشر من كنون ثاني الجاري في المياه الدولية دون أن تشكل خطرا على حاملة الطائرات يو اس اس هارت رومان مش بس مشكلت خطر الإيحاء الإيراني أنه هيدا الصور صورت بالسر وأنه هذا خرق أمني في حين أنه الجيش الأمريكي بوقتها بال2016 بيقول ببيان أنه بعد رصد طيارة الدرون الإيرانية أرسل الطيارة مروحية بإنتجاهها وتبين أنه الدرون غير مسلحة ولا تشكل أي خطر على حركة الطيران كونه بوقتها ما كان في أي طلاعات للطائرات الأمريكية عم تتنفز فبوقتها ما حدا تعرض للدرون الإيراني يعني مش بس صور من 2016 وكمان صور لطيارة غير مسلحة بوقتها طيارة اليوم فيك تلاقيها بأي عرس أي عرس بطلع طيارة بتصور حتى الفيديوهات المصورة ما فيها أي شيء إضافي أو سري أو جديد غير عن الفيديوهات المنتشرة على يوتيوب عن الأساطيل الأمريكية والأوروبية والأسيوية كل اللي بيشتغلوا بالتلفزيونات بيعرفوا أنه هذه الفيديوهات موجودة وبتوصلنا من وكالات أنباء عالمية كخدمة روتينية بيصوروا وبيبعثوا بقوا إلا من وين نحن بنعمل تقارير عن البوارج وما البوارج بنجيبها من وين ما كانت نفس الصور هن بزاتهم صورتهم الدرون الإيراني ما فيش جديد بس أبو الصوص عم بتزيدها عم بتزيدها شو تصوير أعراس ومتصوير أعراس ووكلات أنباء إيران عندها إرث جد بصناعة الطيران ما علي بدنا نعترف فيه كمان هذه هي الكوثر طائرة تقول إيران إنها أحدث ما أنتجته صناعاتها العسكرية طائرة كوثر تكشف النقاب عن مرحلة جديدة من الصناعة العسكرية الإيرانية فكوثر نموذج بارز للاكتفاء الذاتي وهذه المقاتلة هي بداية خط إنتاج المقاتلة في إيران المقاتلة الحربية المصنوعة على يد فنيين إيرانيين بدأت رحلتها ونتمنى أن تكون موافقة فضل ليك ملا إنجاز تقني وستراتيجي وعسكري شغلة كبيرة شغلة كتير كبيرة لو لأنه بوقتها مثل اليوم كمان الإدعاءات الإيرانية ما كانت مطابقة للواقع الطيارة اللي قدمت بوقتها أنه فخر الصناعة الإيرانية الجوية وآخر ابتكاراتها هي بالوئة هيك فريق التواصل الإلكتروني بوزارة الخارجية الأمريكية اتهم في تغريدة له إيران بالخداع مذكرا بالمقاتلة الأمريكية التي أنتجتها الولايات المتحدة منذ عقود وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني رضخت لما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي واعترفت في تقرير مفصل أن المقاتلة كوثر هي حصيلة التعديل على مقاتلة F5 الأمريكية بس كمان يعني التطوير مش شغلة بسيطة يعني التطوير صناعة معقدة إيران نجحت بتطوير الطيارة F5 الأمريكية بنجاح باهر مثل ما بيّن بوقتها بعد أيام قليلة من الاحتفالية الإيرانية موسيقى 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 أهضم شئ بسوس هيدا لا عارف بيركضوا على الطيارة ولا عارف بيهرب منه بتحسوا عم يتمرن على الإنستاجرام كيف يعمل تصوير ريوايند على الطبيعة من دون إنستغرام مساكين ملحوا يفرحوا بالطيارة واعت تاريخ طويل من الإنجاز التقني والعسكري وتاريخ أطول من الفشل البهدلي اللي يمكن اختصاره بهذا الفيديو وعدا معينك الجبروت الإيراني إلى اللقاء اشتركوا في القناة